السلام عليكم حبيبات ديالي كنتمنى تكونوا باخر ان شاء الله وانتو ما كتشاهدوا هات فيديو اللي غدا نشارك معكم فيه كيف العادة جوجة ديال الوصفات اللي شي حاجة زوينة وسهلة وكيف العادة قبل ما غدا نزل معكم الوصفات كن بغنشكر رقع الاخوات اللي دائم يتفاعلوا معي في القناة وشكرا لكم بزاف للدام ديالكم وتشجيعات ديالكم والكمودات ديالكم وللايك الله يجازكم باخر والاخوات اللي مشتركين عندي في القناة وما كيوصلوا مش اشعارات كنتمنى انكم تحيدوا الاشتراك وتعاودوا تشاركم جديد وتفعلوا الجرس باش هكا اي حاجة حطيتها توصلكم وهدي مدوب اول حاجة غدا نشارك معكم هي الكاراميل هنا عندي كاس ديال السكر اللي وضعته في المقلة وغنخلي هكا يعني ما غنحركوا موالو على نار اللي تكون مهيلة النار مخصش تكون علي خصة تكون مهيلة كتخليوه حتكي بدا يدوب يعني السكر كيدوب كصافي من بعد كالدوو تاخدوا حتى بعطيول دوو تتحركوا فيه صافي لانا ما كيبغيش تحريك يعني السكر الكاراميل ما كيبغيش تحريك هنا غمضوا بطريقة تحضر ديال الفلون عندي هنا يجوج معالق متوسطين ماشي كبار ديال النشا اخواتي يقولك نشعلاش لدور ديالو انها كتبقى يعني الفلون ديالكم تابت وباين وخاتكون يعني الجو سخون ما كيهبطش ليكم وما تخافوش معني ما كيدير حتى شي مشكل وعندي جوج علاب ديال وجوج باكيات ديال الفلون لازتماهم لترمين الحليب ما درش السكر لانا الفلون محلة الاخوات اللي عندهم فلون يعني ما ماشي حلو لها دوبغة السكر كتر ويمكن لكم تزيدو انا دير الكاراميل يعني محتاجش اني ندير السكر ما زال ان الفلون كيف مكتلكم حلو والكراميل كذلك عندي هنا نصف لتر ديال الكريمة بالنسبة الكريمة اللي درت يعني ديال الخفق كتكونش حلوة مسوسة لكن هي كتكون خاصة يعني ديال الخفق اللي كنتستعمله في الحلوة ديال الكريمة بالنسبة الاخوات المبتدئات بالنسبة الكراميل كيف ما كتلاحظوا معي السكر يعني دا كي يدو كنحركوا دابا مزيان مش ما يتحرقش لي وكيف ما يديكم البنات تنتابهوا يعني النار خاصة تكون مهيلة النار ما خصتش تكون علي نهائيا لان السكر كيتحرق وغير يجيكم داك السكر يجيكم مر يعني نتابهوا هنا صفيك تأخذوا المول اللي بغيته يعني ديال السيليكون او لأي مول او لقالب بشكل دائري مربع مصاطي اللي بغيته كتوضعوا فيه داك السكر مازال كي يكون مازال سخون لانا وكتزربوا عليه لانا كتعرفوا السكر بالزربة لقاش حاجة باردة بالزربة كي يجمد يعني يحاولوا انكم بسرعة انكم توزعوا في القالب سوف يوضع تديك الطنجرة اللي درس في ليتر مينة الحالي كيف ماشته معايا ودرس معا نصف ليتر مينة كريمة غدا نزيد معاهم وحد جوج معاك كبار ديال الزبدة ديال الكاجو بنسبة لأخوات اللي بغوا يديروا اللوز يعني شتوا اللوز هكا يشتوا يدخلوا الفران ويسخنوه حتى يبدي يعني يتحمر شي شوية سوف يمبعد كتطلعوه وكتطحنوه مزيان تحنوه سخون باش هكي يقول لكم بحل الزبدة بحل شكل ديال آملو صافيكة تضيفو يعني محجوج معايا لقات ولا ثلاثة على حسن الضوقة ديالكم مهم اللي بغايتوا انتم تديروا قرقاء اللي عجبكم أنا صارحة عاجبني ندير هاد الكاجو صارحة كي يجيزوين وكانتوفر عندي يعني ما في يمان نطيب في اللوز نحمر فيه يعني ما يعني كنقلب على شي حاجة ليساهلة خصة الوليدة في لقيتها هادي كي يجبهم هاد الفلون يعني ميكي تلجوكي زيان وكي تقولي هاد الشميشة وهذا يحتاجوا في حل الغلاس في حل الفلون وحل مهم دك شي السهل والبارد والزويل آآ وصافي هنا البناس بقيت كان نخلط مزيان ذاك ذاك الزبدة ديالك عجو حتى تتحرك يعني مع الخالد وبالنسبة لهاد الحليب خاصه يوصل لمرحلات الغاليين يعني منيك تشوفو بدك يغلي صافي كتطفو علي ما تخلوش مازال ما عاد تحريك المستمر والنار تكون هادية انتوسطة يعني ماشي ناقصة بزاف ماشي مجهدة متوسطة وانتو ما كتحركوا حتى كي بليكم يعني بدك يطلع منه ذاك البخار يعني كيف كي نقوله بضي بقبق شي شوية صافي كتطفو عليه وكتصبوه في ذاك القالب كيف ما شاهدتو معي اللي درت فيه ذاك الكراميل وكتخليوه جانبا حتى يبرد تقريبا واحد نص ساعة ومن بعد كتدخلوه للتلاجة مهم كتدخلوه المدة اللي بغيتو انتوما ساعة ساعتين ومن الاحسن البنات انكم تحضروه مثلا بالليل وتوجدو يعني الغدلي او لا مثلا ديروه في الصبح ديك العشرة الحضاش دي النهار وتناولوه مع ديك العشية ديك الربعات سا ما يدك شي دل قدر هكي يجيزوين هكي كتحلية ولكنو جيينكم الضياف حاولوا انكم تحضروه بليل قبل يكون احسن وصافي لبنات موين مكونات لي رأي سهلة وان شاء الله غدا نكتب لكم مكونات في الصندوق الوصف بالنسبة لأخوات لي كي طلبوا مني دائما وهنا البنات الشعى شوف كيف غير لي اللون هنا كنت مبعد ما طلعتو وزينتو بشوية دي الكرامل اللي كان في الصعشي لان انا كنت حضرت الكرامل ما بغيتش هكا نعود من جديد صافي وزينتو باللوز ايفيلي حال هكا من فوق ممكن لكم تديروا اللوز مهرمج تديروا القرقاء تديروا ما تديروا حتى شي حاجة تخوفوا منه وعيدك شوية الكرامل او لا تحطوا فوق منه لخوي اللي بيس كوي هكا لا بغيتوا تشدوهم وتهرمشوهم وتديرهم من فوق لكن من الاحسن انكم تديروا هكا لكي نجيكم الضياف ولا شي حاجة تديروا بشكلة راقي وتديروا شوية اللوز شوية دي الكرامل نسبة الاخوات اللي يعجبهم هكا يحضرهم في المناسبات وصافي مهم درت شوية دي الكرامل وباش نهرز ذاك اللون وعطني واحد اللون هكا زوين درت شوية دي الكرامل وحاولت انا ندير هكا ذاك الفرامل باش يتبتلي اذاك النعناع يعني في فلوز ديالهم وصافي درت واحد الفكرة هكا اللي صارحة كانوا متوفرين عندي ليفخوي في تلاجه وقلت علش الله هكا ما نديرش بالنسبة للناس اللي مثلا كانوا عندك الضياف وبغاتي تديري يعني ليفخوي مع هذا من طريقة هذي سهلة كتاخدوها بحل الكي يخضون بالنسبة الاخوات اللي ما متوفرينش عندهم هاد العويدات هذو كي يخضون وكتديروا فيها هاد ليفخوي مثلا فريزة مع عنباء مع ما عندك شي مثلا كان عندك سويه لقطعها صغير ورا ديري حتى هي مهم دك شي الحساب الضوء ديالكم ما الحساب متوفر تلعبو انتم ما بليفخوي اللي عندكم وكي يجي هاكا واحد ما يضر ليزوين وشكل دياله مراقي ويعني كيصلح للمناسبات آآ ممكن لكم تديروا هاكا كيف ما تليكم للضيوف وصافي الغزلة ديالي كان هذا هو شكل ديال كيف ما شاهدوا معايا آآ بالنسبة لل كيف ما تليكم الاخوات اللي آآ ما بغوش نشا آآ يمكن لكم ما تديروش لكن من الاحسنة لبنات انكم تديروه لانك يعطى واحد المضاق اللي زوين بزاف ورائع في البنة دياله ما كتحسوش بالنشا نهائيا آآ هو كي يجيكا متبت يعني لهذا الفلون باش يجي هاكا زوين وعاقد وكذلك الدارة ما نقول لكم شي حاجة اللي خاطرة كتاخذوا دك شوية ديال الفلون يعني أنا ما ديراش فيه استكار بزاف كتافيت غير بذك الكراميل كيف مشاهد ما يكن طيح في ذك طريفات هاكا ديال الفلون وكان عاكلهم صراحة كي يجي رائع شي حاجة اللي يطب وكتسهل وكتسحق انكم تجربوها وده بغا ندوز معكم باش نحطر آآ يعني طبق هاكا عائلي عادي البنات هذا لكن كي يجي رائع بدون يعني قطرة ديال الماء ما تحتاجوش تتيرو فيه الماء نهائيا آآ بالبتجاج هاكا في الفران كي يجي مشوي مع الخضراء مويمة ديكا فكرة وصع في بنسبة الأخوات اللي كي بغاوها كخضراء اللي تكون زوينة ودكشي بنين وما فيش بزاف ديال تعمارة وكي بغاو يتفادوا وانهم يطيبوا المرقة في طنجرة وادا مويمة ديكا ديال طريقة اللي يزوينا بزاف مويمة عندي هنا دجاجة اللي كل شي كيعرف طريقة ديال الغسل ديال الدجاج أكيد يعني تقريبا يعني المغربيات خصوصا المغربيات يعني معروف اللي كي بغي دير الطحين وكيحكب الطحين مع الملحة ومن بعد الحامض ودكشي كيلي كي دير زنجابي طريق هكا بفتك مع ديكتجاج هكا في الغسيل دياله كتحكوش فيه دي سكينجبير أو لا سكينجبير بودر وصافي وكترقدوه وكت مهم كل شي راك يعرف طريقة الغسل ديال الدجاج باش يجي هكا من السم وكي يجي زوين وكتحيب منه ديكتز فوريا نهائيا وكيلي كيكتفي غير من الملحة والحامض ولا يدير شوية ديال الخل مهم للحساب كل واحد وطريقة دياله ديال الغسل صافي هنا لبنات كنت خديت واحد مهم بطاطة أنا هاد وصفة هادي أنا لحتشو لي ذاتي كتعجبهم البطاطة هاد شي راش غتشوفوني ذات بزر ديال البطاطة لأنها صارحة كتعطي الوصفة بنا كجيزوينة وكيبقى اختيار يا لبنات أنكم تديروا غي شوية البطاطة درت هنا في الفلاكة ذلك مقطعة واكتر المكون اللي كيعجبني أنا في هالوصفة هادي كيزيدها بنا ولده والدنجال يعني لك هم توفر ديرو هرا كيجيزوين بالساف مهم هدا كيبقى اختياري بالنسبة لخوضة هادي كفكرة يعني الأخوات اللي بغوا يضيفو خيزو حتى هو هرا كيجيزوين ممكن لكم تديرو خيزو ديرو القرع الخضر حتى هي كجيزوينة البروكولي حتى هو كيجي من واعر البنات صار حتى هو يعني كترتهم مرات ومرات يعني بالبروكولي كيجيزوين واكتر حاجة اللي بنات كتزيد الوصفة وكتلقين ذاك الماء هي البصلة يعني البصلة حاولوا انكم تديرو بزايد يعني تديرو شوية البصلة يعني تقارب نرج بصلات كبار تلاتة راها كتدو وكهي اللي كتلقين الماء هي وذك الدنجال وذيك الفلفلة هما اللي كتلقون مع هاد الوصفة هادي وكذلك لاني درت ما طايشها لحضو معي الفلفلة والبصلة هاد نطحنهم مع التومة والعطرية وغضاء وشوية دي المعدنوس مهم هاد شي كامل هاد هو هاد هي لاما غيناد اللي غدا ندير لهاد الوصفة هادي صافي هنا درت التومة ودرت كذلك شوية البزع شوية دي الكوركم الملحة شوية دي السودانية وما تنسوش انكم تديرو شوية دي الأعشاب المنسمة يعني شوية دي الزعتري اللي كانت توفر وللأعشاب الايطالية هنا كان عندي هاد الزيت بالتومة يعني شارية هاكيك غندير منه تقريبا واحد كسلارو مع هاد الوصفة لاننا درت هاد المول هادا كبير بالنسبة لهاد المول اللي بنات رغم توفر في ايكيا يعني الأخوات اللي يعني رتقريبا هايكونوا شارينو هنا زلت واحد معلقة يعني غد ديرو حد نسبة ملعقة كبيرة على حساب الكيمية اللي بنات قدروا تديرو غير معلقة صغيرة كيف ما قلت لكم انا درت كمية كبيرة شوية دي الطماطم المركزة اللي كاتعطيه وحد البنة وحد خطوري يحتيف للدف هاد الوصفة هادي اختياري اللي ما بغاش يضيفها ويمكن اللي ما يضيفهاش بالنسبة للتوابل دي لهاد الوصفة كذلك غدا نكتبهم لكم في صندوق الوصف باش هاكا الأخوات يعني اللي ما ربما ما قلتش ربما نسى شي مكوين لهذا غدا نخلي لكم التوابل كذلك في صندوق الوصف صافي درتوا حد طريف هاكا صغيرة وردي القرعة وعندي هنا ماطيشة اه طماطس وغيز اللي متوفره واللي ما متوفرش عنده ويشد ماطيشة عادي يحب دي الماطيشة ويقطعها صافي درت ديك منيسبة لدك التستبيلة درت نص ديالها في مع الدجاج ورقته ونسبة الاخر درته مع الخضرة وانا لبنات انا كي بل يكون شي صفر مع الشاعة ما عرف شنو اللون هاكا مصفر ليا كل شي اه المهم اللون ديال اه مرة جفحة البرتقالي اه لان يدير ديك شوية ديال طماطم مراكزة مع دك شي انا لبنات هادي شبك راه قدر مقلوبة غير انا درت كيمية كبيرة كنقلكم راني كان وريكم باللي درت كيمية كبيرة ديالخضرة لهذا انا قلبتها هي راه قدر مقلوبة العكس الاخر انا درت تحكك الراس ديالة الفوق باش هكا اه لانا درت الخضرة كيفما يتلكم شوية بزايد اه صافي وحطيت تحطو الدجاج فوق هات الشبكة هادي كي يجيم شوي والاخوات اللي ما مصفرش عندهم هاد المول هذا ماشي ضروري راه يمكن لكم تديروا اللاطة وتحطو الخضرة فوق يعني الدجاج فوق ديالخضرة عادي يعني بشكل عادي ما تحتروش انكم يعني لاحظوا مع النات اللي غوفلوا لك تشوفوا ديال ديال الضو يعني راه هو اللي كي يخسر للإضاءة صراحة لاحظوا معي هنا الطبق كيفاش كي يبان تكسفورا مقاتش وكي يجي هاك اللون دياله محمرو زوين اه صافي كتدخلوها على ميتين داراجة مدة ديالخمسة واربعين دقيقة ساعة على حساب الفرن ديالكم ثم كتقلبوا الدجاج وكتديروا المول في الوسط ديالفران وصافي كي يجي هدا وشكل ديالطبق ديالنا صراح هذا الطاطة هادي اللي كانت عندي وحد النوع اللي كي شرب يعني كتعرف وحد النوع ديالبطاطر هكي يكون كي تفرتز بسرعة وناشف اه هو من الاحسن انكم تديروا البطاطة اللي كتكون ديك البطاطة ديك الصغيرة وددلوها حتى بالقشور ديال يترقدوها في الملحة وتغسلوها مزيان اه وكتقطعوها بالقشورة ديال هديك طاطة صغيرة كتدي احسن من هذا وكي جي هدا هو الطبق ديالنا كي يجي زوين بزاف وهذه هما الوصفات اللي حضرت معكم هاد النهار كنتمنى انهم يعجبوكم وهذا فقط يعني تزيين بالنسبة لأخوات مثلا كانت عندكم شي مناسبة مجرد الطرح وانتو ممكن لكم تقدموها ككسام بل ما تديروا في حتى شي حاجة بالنسبة لأخوات اللي متمن بالقناة ديالي هنا راكين بزاف ديال الوصفات يعني متنوعين المالح الحلول اللي بغيته وصفير غزالة ديالي كان هذا الفيديو وإلا عجلكم ما تخرشو يا بلايكات ديالكم متشجعات ديالكم للقناة بلايك والباقطاج مع الأصدقاء والأحباب وإلا ما مسلككم في الإشعارات حاولوا أنكم تفعلوا الجرس كما لكم